البطالة تعتبر من أكبر وأهم وأخطر المشاكل التي تواجهها الدول والأمم هي تعد من الأسباب الرئيسية لأمراض المجتمعية وتهديد واضح مباشر لاستقرار النظام السياسي عرفت البطالة بمفهومها بعد الثورة الصناعية لتقريبا منتصف أو نهاية القرن الثامن عشر كان الناس في بداية الأمر في حياتي عشون بداية بسيطة على مهن حرفية كانت جميع يعمل لكن بعد الثورة الصناعية أصبحت أن بعض المهن اندهرت بعض المهن طورت طلبت كفاءات إلى أن تقلت إلى أن صار عندنا ثورة تكنولوجية وبدأت قفزاتها بخطة متسارعة فأفضت مشاكل كبيرة وأمور مهمة في موضوع البطالة أنتجت أعداد مهولة من الأرقام يعني مجموعة من دول العالم تعاني من هذا الأمر الأمر في العراق تعرف أنت مجتمع شاب وعندنا تقريبا 60% من مجتمع العراقي هم مؤهلين أو هم داخلين في سوق العمل عدنا نسبة تقريبا 39% من المؤهلين في السوق العام هم تقريبا يعني هم عاطلين عن العمل وهاي النسبة تقدر تقريبا 16% نسبة البطالة في العراق ترجمة نانسي قنقر